البداية بأحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر اليوم عن تدعيات الحرب الإسرائيلية على سوق العمل والاقتصاد في غزة والدفة الغربية التقرير الذي صدر بالاشتراك مع الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني قال إن الحرب تسببت في خسارة واسعة النطاق للوظائف وسبل العيش وانخفاض حاد في إجمالي ناتج المحلي بالمناطق الفلسطينية المحتلة وضف التقرير أن عمليات الإغلاق التي فرضتها إسرائيل وتقييد حركة السكان وهجمات المستوطنين أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد وطرق النقل من جهتها قالت روبا جرادات المديرة الإقليمية للدول العربية بمنظمة العمل الدولية إن استعادة سبل العيش وتوفير فرص العمل أمر حيوي لتمكين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من التعافي من فضائع الحرب وأوضحت أن المنظمة تعمل مع هيئات وشركاء آخرين على تنفيذ خطة استجابة طارئة لتحقيق ذلك بالتوازي مع الاستجابة الإنسانية المستمرة تقرير منظمة العمل الدولية وجهاز الإحصاء الفلسطيني أظهر أن معدل البطالة في غزة تجاوز 79% وهذا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر من العام الماضي وأشار إلى أن المعدل بلغ في الضفة الغربية 32% حيث تأثرت أيضا بالأزمة الناجمة عن هذه الحرب التقرير ذكر أن متوسط معدل البطالة يصل إلى نحو 51% في المناطق الفلسطينية المحتلة ولفت إلى أن الأرقام لا تأخذ في الاعتبار من خانجوا من سوق العمل تماما وهو ما يعني أن العدد الفعلي أعلى مما تظهر بيانات البطالة وفيما يتعلق بالعمليات الإنتاجية قال إن مؤسسات القطاع الخاص في غزة توقفت عن الإنتاج بشكل كامل أو خفضته بشكل حاد تقرير منظمة العمل الدولية تطرق إلى الأرقام المتعلقة بإجمالية ناتج المحلي في المناطق الفلسطينية المحتلة فقد أظهر التقرير أن الاقتصاد في غزة كمشة بنسبة تجاوزت 83% بسبب الحرب الإسرائيلية على مدى الأشهر الثمانية الماضية أما في الضفة الغربية فبلغ معدل الانكماش الاقتصادي 22% وإجمالا فإن معدل الانكماش وصل إلى نحو 33% في المناطق الفلسطينية المحتلة ومعنا من راملة الدكتور ناصر عبد الكريم الخبير في الشؤون الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية دكتور مرحبا بك في ضوء هذه الأرقام أي صورة يمكن رسمها للأوضاع خاصة في سوق الوظائف نظر أن تحياتي إليك واضح المشهد العام مأساوي صعب جدا المأزق الاقتصادي غير مسبوك على الإطلاق ويبدو أن أزمته هي مرتبطة أكثر بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية وبالعدوان على غزة وبالتالي ليس مستغربا أن تأتي هذه الأرقام من منظمة العامل الدولي وعلى كل أحوال هي أقرب الحقيقة والواقع من البيانات التي صدرت في تقرير البنك الدولي وأعتقد بأن الملاحظة الوحيدة حولها أن البطالة قد تكون أكثر بكثير مما جاء في التقرير في الضفر الغربي لأنه لم يشمل عدد اليائسين المحبطين الغير باحثين على المال وبالتالي أعتقد هو رسم صورة ومشهد ماساوي الأقصاد الفلسطيني وأزمته مركبي بمعنى أنه لا يشمل فقط سوق العمل وأنا ما يشمل القطاع العام والقطاع الخاص يشمل المالي العام يشمل التجارة ويشمل الاستثمار والاستهلاك وبالتالي واضح تماما بأن الاقتصاد الفلسطيني وضعه صعب في غزة الأمور تختلف له أنا أعتقد لا أفضل استخدام مقاييز تقليدي الاقتصاد في غزة لأنه لم يعد هناك أصلا ما يمكن تسميته بإطلاعها باقتصاد وبالتالي النسب التي يشار لها هي نسب من باب الإحصاء فقط لا غير لأن الاقتصاد لا يعمل من يعمل اليوم هم فقط الإعراس عاملهم مع السلطة الفلسطينية تقادر واتب أو بمؤسسات الدولية والباقي الاقتصاد معطل والناس حتى لو يتقادر واتب من السلطة ومن غيرها من مؤسسات التي كانوا معلو فيها لا يعملوا وبالتالي أعتقد غزة وضعها مدمر كارثي إنساني على ذكر غزة وبالعودة إلى أرقام التي تصفها بالأرقام التقليدية هنا مع ذلك أرقام كبيرة جدا نتحدث عن تراجع في الناتج المحلي أكثر من 80% البطالة وفق هذه الأرقام الجديدة تقترب كذلك من 80% نتسأل هنا كم سيحتاج وماذا سيحتاج القطاع لنوعا ما إنعاش الاقتصاد وسوق الوظائف إذا ما تحدثنا عن اليوم التالي ما بعد الحرب يعني هو جاء في التقرير بأنه توقف الحرب اليوم بشهر 7 أو 8 ربما يعود مرة أخرى لإقتصاد الحركية وأنها تختلف تمام مرة أخرى مع التقرير لأن وقف العدوان على غزة ليس وحده كفير بينما يحرك الاقتصاد الفلسطيني إذا لم يصاحبوا أفق سياسي جدي وهناك موقف سياسي فلسطيني ويرفع الحصار عن غزة وتزول الإجراءات الإسرائيلية التعسفية من قبيل حجز الأموال مقاصة ومنع المال من العمل في داخله وبالتالي الوقف العدوان نفسه لن يعطي الاقتصاد الفلسطيني فرصة في غزة أظن بدك متطلبات أساسية غير فقط وقف العدوان مشان نقدر نعيد ما يسمى بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي ونعاش الاقتصاد الفلسطيني بدك وحدة حال فلسطيني أولا وبدك مال تمويل كبير الحجم قد يصل لخمسين مليار دولار على مدار عشر سنوات على الأقل وبدك رفع حصار إسرائيل عن القطاع لأنه بدون ذلك لن يسمح بكل مواد البناء والسلع بالدخول بحرية وبالتالي نعود إلى المربع اللي كنا عليها وبالتالي أنا تقديري بأنه ربما لو توقف العدوان الآن وتحقق هذه الشروط الثلاث قد نحتاج من عشر إلى خمسة عشر عام ليعود الاقتصاد في غزة إلى الحد الأدنى لمستوى 2014 ماذا عن الضفة الغربية تحديدا قلت قبل قليل بأن الأرقام التي تتحدث وتصف معدلات البطالة أنها أقل من الواقع ما تقديراتك للأرقام التي تكون أقرب للواقع بالنسبة للبطالة تحديدا فالضفة الغربية أظن الرقم يصل إلى 40 إلى 45% من القوى العاملة عاطلنا على العمل لأننا نتحدث عن 200 ألف أصلا خسروا عملهم في الداخل وفقدنا 150 ألف نتيجة تراجع الأداء الاقتصادي وأصلا كان في حوالي 300 ألف عاطلنا على العمل نتحدث عن حوالي 500 إلى 600 ألف شخص ربما أكثر في الضفة الغربية لوحدها عاطلنا على العمل أو يعملوا بشكل جزء أو في عمل غير رسمي حر قد لا يحقق الشروط المطلوبة ولا تأمين الدخل المناسب وبالتالي هدول هو بشكل أظن من 40 إلى 45% على الأقل من قوة العمل في الضفة الغربية أعطينا على العمل وبالتالي أنا أظن هذا الرقم مرشح للازدياد إذا ما استمر العدوان واستمرت لإجراءات التعسف الإسرائيلي لأنه أقول لك بصلاحة القطاع الخاص غير قادر على استيعاب عمالي لأنه لا يستثمر ولا يتوسع القطاع العام لا يستطيع أن يستوع العمل لأنه أصلا بعيش في أزم مالية خانقة وبدفعش إلى 50% من الراتب والمساعدات الأجنبية والمشاريع التنموية التي كانت تأتي إلى الضفة عبر مؤسسة المجتمع المدني تراجعت بشكل كبير وبالتالي الوضع بصلاحة كارثة مرشح لأنه من عدلات البطالة تزداد أكثر مما هي عليه لهم كلما مر الوقت على العدوان وبدأت خيارات الناس وخيارات السلطة تنتهي من ربالة الدكتور ناصر عبد الكريم الخبير في الشؤون الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية شكرا جزيلا لك إذا تواجه غزة تحديات كثيرة تستمر لسنوات طويلة ما بعد الحرب أبرزها حجم الركام الذي خلفه تدمير الإسرائيلي فما تعرضت له غزة يفوق ما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية الأمم المتحدة كشفت أن الحرب الإسرائيلية خلفت نحو 37 مليون طن من الركام ما يعني 300 كيلوغرام من الركام في كل متر مربع من قطاع غزة الضيق الأمم المتحدة أكدت أن إزالة هذه الكميات الهائلة تحتاج إلى نحو 14 عاما بمعدل عمل 100 شاحنة يوميا دون توقف الأرقام على ضخامتها لا تبدو غريبة فإسرائيل ألقت على القطاع 75 ألف طن من المتفجرات خلال 100 يوم الأولى من هذه الحرب المستمرة ودمرت أكثر من 400 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي إضافة لأكثر من 900 كيلو متر من الطرقات و55 ألف مركبة لذلك فإزالة هذا الركام الهائل تحتاج إلى تمويل دولي كبير تضاف له صعوبة الجرف والتجميع وتقلص المساحات الزراعية في القطاع الضيق مع مشكلات بئية كثيرة ستواجه السكان في القطاع تكبد قطاع الزراع وتربية المواشي في شمال إسرائيل على الحدود مع اللبنان خسائر كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية وبحسب صحيفة كالكاليست تسببت هجمات حزب الله اللبناني بالصواريخ في نشوب النيراني في مساحات زراعية واسعة وتوقع مزارعون إسرائيليون أن تتفاقم الأضرار نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث سيضطرون إلى شراء الأعلاف للمواشي بدلا من اعتمادها على المراعي الطبيعية وهذا بعد احتراق مساحة شاسعة منها نهاية فقراتنا الاقتصادية إلى اللقاء